السلام عليكم متابعين الكرام ما هي الحالة التي يتراجع فيها الملك الموكل بقبض روح الإنسان؟ ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات جاء في بعض الآيات أن الذي يقبض أرواح الناس هو ملك واحد كما في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وقد قال الدكتور عمر عبد الكافي في حوار المتلفز أن ملك الموت معه ما يشبه كشفا مدون به الأسماء والمكان والزمان ويقول أيضا كأنما رب العباد يقول هذا الذي سوف تميته الآن وأنا الرحيم الرحمن أعطيته علاوة رضا لأنه بار بوالديه فرد ملك الموت عنه وهذه الحالة الوحيدة التي يرجع ملك الموت عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة بالمدينة فقام علينا فقال إني رأيت البارحة عجبا رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحا فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه وأن بر الوالدين هو ما كان ضد العقوق حيث قال ابن منظور والبر ضد العقوق والمبرت مثله وبررت والدي بالكسر أبره بر وقد بر والده يبره ويبره بر فيبر على برت ويبر على برت وقال ورجل بر من قوم أبرار وبار من قوم بررة وروا عن ابن عمر أنه قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء وقال كما أن لك على ولدك حقا كذلك لوالديك عليك حقا وقال ابن الأثير رحمه الله لبر بالكسر الإحسان ومنه الحديث في بر الوالدين وهو في حقها وحق الأقربين من الأهل ضد العقوق وهو الإساءة إليهم والتضيع لحقهم واصطلاحا بر الوالدين هو الإحسان إليهما بالقلب والقول والفعل تقربا إلى الله تعالى إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعما لنا لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك